موسيقى من أكراني أحييكم مشاهدين الكرام من قناة ويتيفيا الأكرانية في العاصمة كيف نشرة الأخبار وأقدمها لكم أنا صفوان جولاق وبدايتها بأبرز العنوين رغم مبادرات وقف إطلاق النار استئناف الاشتباكات في الحديد اليمنية إجلاء الآلاف في كواتيمالا بعد تجدد ثورة بركان فويغو وفي النشرة أيضا بطولة أوكرانيا لكمال الأجسام مشاركة واسعة وتألق كبير موسيقى أهلا بكم في اليمن اندلعت معارك عنيفة في ميناء الحديدة لتضع حدا للهدوء الذي أنعش آمال وقف إطلاق النار بين التحالف العسكري بقيادة السعودية وجماعة الحوث الموالية لإيران فيما تحاول الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام قال الشهود عيان إن التحالف شن أكثر من عشر ضربات جوية فيما جرت اشتباكات عنيفة في حي السابع من يوليو وكان التحالف قد أمر بوقف هجومه على الميناء الذي يسيطر عليه الحوثيون فيما أعلنت حركة الحوثي أنها أوقفت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية والإمارات وحولفائهما في اليمن العمليات مستمرة في الحديدة ويتم استهداف الإمدادات القادمة لمليشيات الحوثية من كافة المناطق ووتيرة العمليات العسكرية تختلف أحيانا في الحديدة قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن مزاعم ضلوع ولي العهد السعودي بقتل الصحفي جمال خاشقجي لا أساس لها من الصحة تماما مؤكدا رفضها بشكل قطعي تصريح الجبير جاء ردا على تقارير إعلامية أفادت بأن المخابرات الأمريكية CIA تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول اتهام بن سلمان فجر غضبا دوليا تجاه السعودية التي أكدت أنه لا صلة لولي العهد بما حدث اطلعتوا على التقارير الإعلامية وهي تسربات لا نعلم عن صحتها ولم تصدر بشكل رسمي وقد لحظتوا أنها مبنية على تقييم وليس على أدلة قطعية نحن في المملكة نعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولي العهد لا أساس لها من الصحة تماما ونرفضها بشكل قطعي سواء كانت من خلال تسربات أو غيرها إلى مناطق الصراع في شرق أوكرانيا حيث أصيب ثلاثة جنود أوكرانيين بجروح جراء أكثر من عشرين انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل المسلحين الموالين لروسيا قيادة الجيش الأوكراني أكدت استخدام المسلحين الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك للسلام تسع مرات حيث هاجم الموالون لروسيا القواعد الأوكرانية في بلدات نوفا توشكوفسكي كريمسكي لوهانسك وفوديان وشير ماليك باستخدام قذائف الهاون الاستخبارات الأوكرانية أكدت مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة ستة آخرين خلال اليوم الماضي وأعلن الجيش الأوكراني عن إسقاط طائرة استطلاع روسيا بشكل عام على مدار اليوم الماضي استخدمت قوات الاحتلال الروسية قذائف المورتر وأسلحة المشاة 21 مرة أطلق المحتلون أكثر من 40 قديثة من عياري 122 واثنين وثمانين مليمترا وقد قام المدافعون عن أوكرانيا 12 مرة بقمع نشاط العدو باستخدام أسلحة المشاة العادية فرضت سلطات الاحتلال للروسي غرامة مالية على إحدى سكان شبه جزيرة القرم من التتار وذلك عقابا لها على نشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي الشابة ريانا كولاميتوفا نشرت في عام 2011 عندما كان عمرها 13 عاما نشرت مقاطع من احتفال مسلمي القرم بعيد الفطر وأخرى لمظاهرة في مدينة سينفروبول اتهمت كولاميتوفا بالانتماء إلى منظمة حزب التحرير حجاجنا التي وردت في الاستئناف لم تسمع من قبل المحكمة أصدر القاضي قرارا بعد ثلاث دقائق من بداية الجلسة جميع القواعد التي أشرنا إليها منتهكة وعلى وجه الخصوص المادتان السادسة والسابعة المتعلقتان بحقوق الإنسان بطبيعة الحال ستحول هذه القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلكو كورينيتس شاهد على المجاعة التي حلت بأوكرانيا بين عامي 1932 و 1933 وكان حينها طالبا في الصف الثاني لكنه لا يزال يذكر أحداث المجاعة التي تعرضت لها قريته إحياء لذكرى ضحايا المجاعة أو هولودومور أقام المتحف الوطني لقاءات مع شهود عيان عاصر تلك الأحداث مراسلتنا يوليا كروتشكوفا التقت أحدهم وعادت بهذا التقرير إليكو كورينيتس البالغ من العمر 96 عاما المتحدث بعفوية أستاذ في جمعات كياب الوطنية للغات يقرأ محاضرات للطلاب حتى الآن لكن اللقاء معه اليوم مميز للغاية حيث يتحدث عن طفولته التي قضاها في قرية في منطقة تشيركاسي وعن عائلته التي تم تجريدها من أملاكها في العشرينيات من القرن الماضي بمجرد أن استولت الحكومة السوفيتية على أوكرانيا في عام 1922 عانينا من المجاعة على أرضنا ثم توالت قوانين نزع الملكية كنا خمسة أطفال مع أمنا طردونا من منزلنا في السادس من يناير قبيل أعياد الميلاد ألقي بنا خارج المنزل عندما بدأت موجة المجاعة الثانية كان إلك حينها في الصف الثاني كان يرى الموت في كل يوم وفي عام 1933 توفي أخوه وشقيقته وجدنا أخي ميتا بجانب البئر حملوه ووضعوه على مقعد تحت النافذة في الغرفة وفي اليوم التالي توفيت شقيقة جانيا وضعوها أيضا بالقرب من أخي وفي اليوم الثالث ماتت جاليا أيضا وضعوها بجانب إخوة المتوفين كان البيت يعج بالأموات حينها كان إلك واحدا من الأطفال القلائل الذين نجوا من الموت في القرية كان يدرس معي في الصف الأول 68 تلميذا كنا نجلس ثلاثة أو أربعة تلميذ على المقعد الدراسي وفي خريف عام 1933 حضر إلى المدرسة 24 تلميذا من أصل 68 عندما كان إلك في السابعة عشر من عمره بدأت الحرب العالمية الثانية ذهب إلى الجبهة إلى أن المجاعة التي شكلت له هاجسا كبيرا في حياته لحقته أيضا في معسكرات الاعتقال الألمانية في معسكر الاعتقال نوينغامي حيث كنت نجى من الموت جوعا ستة أشخاص من بين أربعة عشر ألف معتقل وكان الألمان يحقنون البعض بمواد لتسريع موتهم نجى الرجل من الحرب وأطلق صراحه من الأسر وأصبح مترجما حيث قام بتدريس وترجمة الأدب من الإنجليزية والإيطالية والألمانية إلى الأوكرانية الجميع يعرفه جميع زملائه المترجمين حتى أولئك الذين لم يدرسوا على يديه الجميع سامعوا بهذا الاسم عرفوه من خلال كتبه المدرسية فهو أسطورة الترجمة إلى الأوكرانية بالإضافة إلى ذلك كان عضوا في حركة الستينيات وحارب من أجل الحفاظ على الثقافة الأوكرانية جاء العشرات من الناس لحضور اللقاء مع الشاهد على أحداث الهلدمر ومنهم المهتمون بالتاريخ الأوكراني وتلميذ المدارس في كييب وطلاب إيلي كوكورينيتس نفسه بما أنني أم شابة كان الأمر بالنسبة لي فضيعاً عندما استمعت إلى معاناة الأمهات مع أطفالهن فماذا تفعل عندما يكون لديك خمسة أطفال تستيقظ ولا تعرف من سيموت اليوم ومن سيعيش لمن ستعطي الخبز اليوم أكثر أو أقل تنظم هذه اللقاءات مع الناجين من أحداث المجاعة في المتحف بانتظام لم نستطع التحدث عن هذه المجاعة في أوكرانيا إبان الاحتلال السوفيتي وأجبر هؤلاء الشهود على التزام الصمت لكنهم نقلوا أحداث هذه المأساة إلى الأجيال القادمة الآن نحن بحاجة إلى التحدث عن هذا الأمر وإلى الاستماع والفهم تصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والثمانين للإبادة الجماعية بحق الشعب الأوكراني التي قادت على نحو سبعة ملايين أوكراني وتقام منذ سبتمبر إحياء لهذه الذكرى فعالية أضئ شمعة من الذاكرة تشارك فيها سبعون دولة قال مركز كونريد الوطني لمواجهة الكوارث في جواتيمالا قال إن السلطات أجلت نحو أربعة ألاف شخص من المناطق المحيطة ببركان فويغو الذي تجدد ثورته بقوة الليلة الماضية البركان أطلق حمما خطيرة وسحبا من الرماد والغاز في ساعة مبكرة من صباح اليوم وجراء وأكثر من ألفي شخص حتى الآن بينما لم ترد تقارير عن وقوع مصابين ثوران ببركان فويغو كان قد أسفر في الشهر يونيو حزيران الماضي عن مقتل مائة وتسعين شخصا بدأ كل شيء بتصاعد الدخان عند السابعة مساء ثم على الصوت وبدأ الحريق وانتشرت الحمام البركانية في جميع الأنحاء كان هناك صوت انفجارات مستمرة وهي أصوات تخيف أي شخص بطولة أوكرانيا بكمال الأجسام التي نظمت في مدينة الفيف غرب البلاد شهدت مشاركة واسعة عن المتوجين وأسرار نجاحهم نتعرف في التقرير التالي معظم أفراد عائلته ذهين الرياضيون وهو لا يتذكر المرة الأولى التي ذهب فيها إلى قاعة الألعاب الرياضية واليوم ينافس في بطولة كمال الأجسام بخبرته الطويلة في هذه الرياضة الإلهام والسرور الذين تحصل عليهم في المسرح مثل المخدرات رائحة المكياج، النور، المسرح، المتفرجون هذا رائع حقاً عندما تظهر نتيجة عملك الشاق تكون هناك سعادة كبيرة يسهل بعدها كل أمر شاق رميل في قسم المبتدئين بدأ التدريب في رياضة كمال الأجسام منذ أقل من عام لكنه بفضل التدريب والعمل الدؤوب تمكن من تحقيق نتائج متهلة جنباً إلى جنب مع التغذية السليمة يكون نجاح حيث يحتاج اللعب كمال الأجسام للأكل حوالي ستة مرات في اليوم خلال الفترة التمهيدية تم تنفيذ التدريب كل يوم تقريباً بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صارم وبفضل هذا أنا مستعد جيداً الآن لهذه البطولة تعتمد المعايير القياسية على الحد الأقصى لحجم الجسم بالإضافة إلى النسب والتناظر والشك ومن المهم أيضاً أن يكون الوضع بشكل صحيح لا يتم تصنيف الرياضيين بحسب الوزن ولكن بحسب الطول بحيث يكون من السهل وضع الرياضيين في ظروف متساوية بطل المسابقة سيحصل على جائزة قدرها ألف دولار وأفضل اللاعبين في ثماني فئات سيمثلون الفريق الوطني الأوكراني في البرتغال ضمن مسابقة كمال الأجسام العالمية المرموقة مزيد من الأخبار العالمية والمحلية الأوكرانية تجدونها على موقعنا الإلكتروني نهاية نشرتنا لهذا اليوم قدمناها لكم من قناة UATV الأوكرانية في العاصمة كمشاهدين شكراً لكم تابعونا على الشاشة وعلى الموقع وكذلك فيسبوك يوتيوب وتويتر في أمان الله اشتركوا في القناة